أولاً رجعين عودة المدارس طبعاً عودة أحمد لكن في بعض الإجراءات أكيد حرارك تبعت شوية أنه يكون فيه نظام التعليم الهجين فيه تباعد إلى حد ما فيه بقى كل جامعة وكل مدرسة مقررة بقى إيه الشكل أو النصق اللي هتمشي عليه العملية طيب بشكل نعم إيه رأي حضرتك فيه متى ماتتخذه من الإجراءات للعودة طبعاً الإجراءات كلها كويسة جداً بشكل رسمي يعني بنحافظ على التباعد بنحاول نحن نقلل من فترة تواجد الطلاب في المدارس فده ده كويس إجراءة كويسة بس اللي أنا بخاف منه بقى لما بينزلوا بقى الأيام اللي يروحوا فيها المدرسة دي لازم يبقى فيه إجراءات قوية جداً في تنفيذها كمان تكون الإدارة مدارة المدرسة قوية جداً لأنه كمان أقول حضرتك الطلبة بقالهم فترة طويلة ما شافوش بعض فهيبقوا عندهم رغبة شديدة فلهم يتجمعوا سلم عليك يحضنك سلم عليك يحضنك يقعد يروح معاك المطعم أو الكفتريا يقعد مع بعض ما فيش مشكلة من الحاجات دي كلها إذا اتبعنا إحنا الإجراءات الوقائية طبعاً الإجراءات مع أطفال مدارسة صعبة هتبقى هي تنفيذها ولا صعبة السن الصغير ده اللي بتكلم في خمس سنين ست سنين ده بيبقى الطرف لنفسه بطبعه ما بيحبش القيود ما بيحبش بالعكس هم عايزين حرية وعايزين يجروا وعايزين لعبوا ما تقولوش بقى إذا ازاي هتقنعوا كل شوي يغسل إيدك تلمس الحاجات على الأرض فيها يعني قيود هو ما صدق خلص منها وخرج برى البيت فأنا شايف أن الأطفال الصغيرين دول المدارسة في البريك على الأقل حتى وكان غير الحسس كمان فيه طبعاً في البريك فدول المدارسة هنا هو المهم قوي لأنك أنت تخلي الأسطح قدامه نضيفه بحيث أنه لو على الأرض أو لمس حاجة بإيده يبقى عندنا عمال النظافة في المدارسة يراعوا الحتة دي جداً في البريك ما بين الحسس وبعضها يبقى فيه عندنا عمال نظافة حتى لو هنضطر نزوده لو بأجر بسيط لفترة مؤقتة عمال نظافة ينظافوا الأسطح على طول باستمرار الحمامات نظافتها زي ما أنت بتقول من شوية أنهم هيدخلوا حمامات وهيستخدموا حمامات غير بعض فيبقى فيه عمال نظافة يدخلوا باستمرار ما بين طالب والتاني ينظافوا طول اليوم لأن ده الطفل الصغير غير الكبير شوية فوق 12 سنة مثلاً